السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أساتذتنا الأفاضل والأكارم أحبتنا الحضور تقبل الله الطاعات ورمضان كريم أحبتنا الكرام ألا محدثكم عدنان قلعجي من فريق منصة أريد العلمية يشرفني أن أكون معكم اليوم وفي هذه الليلة المباركة وفي ندوة علمية جديدة من ندوات برنامج سباق الأمم والذي يقدم طيلة أيام شهر رمضان المبارك نبدأ أحبتنا على بركة الله مع بحثنا الأول أو مشاركتنا الأولى للدكتورة رشا البارودي والتي بعنوان أخلاقيات البيوتوكنولوجي والدكتورة رشا هي أستاذة الأخلاق العملية مديرة وحدة التدريب والبحث العلمي مديرة مركز الدراسات الدبلوماسية جامعة الخرطوم نعم دكتورة تفضلي على بركة الله الصلاحية معك بإمكانكم شاركة الشاشة أيضا تفضلي دكتورة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أهلا دكتورة حياكم الله شارك الشاشة الآن نعم تفضلي دكتور بسم الله الرحمن الرحيم في البدء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك أول ما أبدأ بقول الشاعر وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم زهبت أخلاقهم زهبت التحية والشكر القائمين على برنامج سباق الأمم بمحصد أريد ومن المجالات التي يقاس بها تقدم الأمم هو مجال البيتكنولوجي هي من المجالات التي أصبحت يعني مجال سباق كبير جدا وحيتبادر للأسهام مباشرة العلاقة بين فلسفة الأخلاق العملية ومجال البيتكنولوجي طبعا أخلاقيات العنوان واضح أخلاقيات البيتكنولوجي والعلاقة بين أي متغيرين لا بد من التعرف على المتغيرين فعندنا هنا طبعا الأخلاقيات والبيتكنولوجي أنا هأقدم تعريف صغير جدا لو ممكن ننتقل للشريحة التالية هنا المحور الأول أنا قسمت المشاركة إلى ثلاثة محاور فالمحور الأول بتكلم عن العلاقة وهي زي محور تمهيدي سريع كده ممكن ننتقل للشريحة البعديها بتكلم فيه عن تعريفات طبعا بالنسبة للبيتكنولوجي هعرف تعريف مختصر لأن الأسازة المتخصصين إن شاء الله بعده حيستفيدوا في التعريف فهو التغنية التي تستخدم عدد من العلوم والمعارف لإدارة وتحسين حياة الإنسان وليس الحياة فقط وإنما فذلك بيئاته المحيطة أما الأخلاق العملية فهي فرع من ثروع فلسفة الأخلاق يهتم بأخلاقيات العلوم والمهن يهتم بتطبيق النظريات في الواقع العملي وكذلك وضع واستنباط مبادئ ومعايير أخلاقية للقضايا التي تواجه الإنسان في حياة العملية واليومية مثل قلنا أخلاقيات المهن البحث العلمي التعامل مع البيئة العلاقة بين الثقافات وأخلاقيات العلم هو ما يدخل فيه طبعا قضايا البيئة طيب بالنسبة لي العلاقة العلاقة هي علاقة ليست تحكمية دائما بسبب مثلا حوادث تاريخية في السابق كان هناك نظرة عدائية من بعض العلماء تجاه النظريات الأخلاقية أو تجاه الأخلاق عموما لارتباطها بالكنيسة موقف الكنيسة تجاه العلم والعلماء في القرونة الوسطى حيث هي كانت بتمثل وجهة النظرة الأخلاقية الدينية وتعاملت بصورة مغالقة ومتعسفة كما يعلم الجميع في التاريخ تجاه العلم لكن في عصرنا الحالي طبعا ظهرت النظريات الوضعية وظهرت النظريات حتى في الأديان الأخرى مثل الدين الإسلامي كما يعلم وهو مفتح على العلوم وعلى التطور فأصبحت العلاقة تكاملية إلى حد ما وتلاشت أو قلت قليل جدا النظرة العدائية السابقة الفلسفة عموما بتزعى لتحقيق تطور الإنسان وبيئته وما تصور أفلاطون وغيره من الفلاسفة للمدن الفاضلة أو فكرة الإنسان السوبرمان عند نيتشا أو مناهج البحث الخارجت من فلسفة العلوم أو جهود فلسفة الأخلاق في وضع استنباط المبادئ والمعايير البتواكب هذا التطور العلمي إلا دليل على ذلك فلكن كما قلنا أنه في بعض التحفص قد يكون أنا هنا عاوز أستشهد بمقولة الدكتور أحمد مستجير في مقدمة كتاب نهاية الإنسان عواقب السورة البيولوجية لفوكوياما يقول أن فوكوياما عندما رفض تقنية الاستنساخ رفضا قاطعا لم يعالج المسألة بصورة ناضجة كما فعل بعض المختصين ويمكن القول أن المعالجة الناضجة انتهى إلى الآن كما فعل بعض المختصين انتهى هنا كلام الدكتور أحمد مستجير فيمكن أن نقول أن المعالجة الناضجة لهذه المسألة يعني ليس رفض التقنية ابتداءا نحن نحتاج إلى معالجات ناضجة هذه المعالجات الناضجة تكون من خلال تحكيم علماء الأخلاق زوي الإختصاص طيب بعد ما رفنا التمهيد والعلاقة والتداخل بين المجالين يمكن أن ننتقل للمشكلات الأخلاقية في الشريحة التي تليها المشكلات اللي هو دا يمثل المحور الثاني المشكلات الأخلاقية الناتجة عن تطبيقات البيوتكنولوجي ننتقل إلى الشريحة التي تليها كما هو الحال مع أي تقنية أو اتشاف علمي فالبيوتكنولوجي طبعا لديه سلبيات وإيجابيات وإيجابياته كبيرة جدا فلذلك نحاول عندما تصهر هذه السلبيات أن نجد لها العلاجات عشان تستمر هذه التقنية واستفيد منها الإنسان والسبب في أن السلبيات تصهر بصورة كبيرة جدا هو نوعية هذه السلبيات وعظمة لأنها تدعم مع حياة الإنسان بصورة مباشرة فمجالات أو الإشكالات كثيرة جدا التي تلاقينا في مجال البيوتكنولوجي لكن هنا أوردت بعض النمازج فعندنا مثلا الإشكالات التي تلاقينا في مجال الهندسة الوراثية التي تلاقينا في مثلا التلقيحة الاصطناعي كنموذج أو التحول الجنسي أو البيوتكنولوجي والبيئة المحيطة بالإنسان وآخر شيء ممكن ناخد التجارب الطبية على الإنسان فيمكن أن ننتقل إلى الشريحة التي تليها عشان نشوف التي هي قضايا الهندسة الوراثية في مجال الهندسة الوراثية أيضا الغضايا كبيرة جدا وكثيرة ومتشعبة الميزة في القضايا الأخلاقية في مجال الأخلاق العملية إنها هي متشعبة ومتفرعة بصورة كبيرة جدا يعني قد نبدأ بقضية وحدة ونلقى لها تفرعات كثيرة جدا فعشان كده لا بد أن الأخلاق زي ما هنشوف في الآخر إنها تكون مرنة بحيث تستوعب هذه التفرعات بالنسبة للهندسة الوراثية طبعا عندنا في مجال الأغذية والأدوية هي حققت نجاح كبير جدا وهي مقبولة جدا بالنسبة للناس مثل التطورات التي حدثت في صناعة الأنسليين إنتاج هرمونات النمو لعلاج التقزم علاج عدد من الأمراض مثل سيولة الدم ومرض الكبد الوراثي وغيرها ومن منافعها مثلا مواجهة الفيروسات المهددة للجنس البشري مثل الإيدز وغيره لكن المشكلات الأخلاقية الحقيقية تصهر عندما انتقلت تطبيقات الهندسة الوراثية وتمسحياتها يعني في مجال الأغذية إلى حد ما مثل مشكلات الأغذية المعدلة وراثية ونلقى إنه الشركات المحترمة تبعد عنها هذه التطبيقات ثم بتكتب دائما معدلة وراثية فمن منافع هذا العلم كنا إنه في مجال الأغذية والأدوية له منافع كبيرة جدا والمشاكل الأخلاقية فيه قليلة جدا المشكلة الكبيرة عندما تمس هذه التغنية حياة الإنسان بصورة مباشرة كما في مثلا الاستنساخ أو التحكم بالجينات ما يسمى باليوجينيا والعلاج الجيني في الاستنساخ قبل أن يطبق طبعا بصورة اسمية عارفين أنه ظهر مع النعجة دولي في 1996 وأثار جدر أخلاقي كبير حول كمية الأجنة المهدرة قبل نجاح العملية التدخل في النظام العائلي وطرق الإنجاب الطبيعية ظهور أنماط العوائل الشازة التحكم بالمؤرسات وخلق ما يعرف بالصفوة المختارة الاستنساخ الأجنة لتوفير الأعضاء وما يصحبه من تساؤل حول فائدة الإنسان أم كرامة حقوق نسخته الإنسانية فهذه هي التحفظات الأخلاقية التي ظهرت تجاه الاستنساخ لكن في المقابل نرجع إلى مقولة الدكتور أحمد مستجير أن التعامل بصورة ناضجة مع مثل هذه التغنية إذا كانت هذه التغنية الاستنساخ ستقدم في المستقبل بصورة واضحة حلول لمشاكل الإنجاب مثلا فلماذا نرفضها اتداء بالنسبة لنا طبعا نحن في الدين الإسلامي عندنا الضوابط لمسألة الإنجاب اللي هو حال قيام عقدة زوجية أي لا يكون عقدة زوجية مفسوخ بموت أو بإطلاق أو كذا فإذا كان عقدة زوجية موجود وكان الإنجاب هذه التغنية ستوفر للإنجاب فلماذا لا ننظر إلى هذه التغنية لأنها من العلم الذي يعلمنا له الله سبحانه وتعالى وفق الضوابط المعين يعني نؤكد هنا إلى أننا لا نأخذ موقف موقف سلبي مباشرة انتجاه هذه القضايا لديها أو تسمى في بعض الأحيان بيليوجينيا أو هو عن تحسين السلالات هي من المشكلات المتوقعة يعني لاحقا من خلال إعطاء الفرصة للسلالات الأكثر صلاحية للتكاسف في مقابل السلالات الأقل الصلاحية السؤال الأخلاقي هنا من هو الذي يحدد صلاحية السلالة دون الأخرى ولماذا لم يخلق الله مثلا سلاة واحدة ويأتي الإنسان ليفاضل بين هذه السلالات مثلا تحسين الإيجينات أيضا لمقاومة الأمراض ولصالح البشرية جميعا بصورة متساوية هو أمر مقبول لكن ما يتم رفضه هو التحوء التلاعب بهذه الجينات وفق أهواء سياسات معينة أو فئات معينة آخر الشيء في الهندسة الوراسية اللي هو العلاج الجيني كذلك هو أمر مقبول ومرحب به إذا كان بيعالج مرض إذا كان بيعالج مرض معين أو إذا كان بالنسبة لإنسان بالغ يستطيع أن يدلي برأيه لكن من يحتجون بالتدخل الجيني بيحتجوا بمسألة التدخل في الأجنة بيعتبروا أن هذا انتهاك لحقوق الجنين وأن الأب والأم يتدخلون في حقوق الجنين طبعا هذا مردود عليه بأنهم الوالدين مسؤولين أصلا عن تكوينه وبالتالي مسؤولين عن تعديل الجيني وبالتأكيد لن يكون في ضرره من قضايا الباي تكنولوجي القضية الثانية الشريحة الأخرى ممكن ننتقل لها اللي هي قضايا التلقيح الصناعي وهي طبعا معروفة بالحزب لنا الآن أصبح أمر شائع ومقبول طبعا في بداياته كان وجه بالرفع لكن الآن هو أمر شائع ومقبول المشكلات الأخلاقية المتعلقة لتغنية التلقيحة الاصطناعي هي مشكلة تأجير الأرحام وما يلحق بها من تحديد النسب من جهة الأمي أو استغلال وإنهاك الرحم أو أرحام الأمهات الصغيرات والصغيرات في الغالب دي الفئة المستهدفة لأنه بيدفع لها مقابل مادي فيمكن أن تتعرض لإستغلال أو استهلاك لأرحام هذه الأمهات الإنجاب غير المقنن أي بعد وفاة أحد الزوجين أو الإنجاب الذي يتم بين الأسر الشازة والأفراد الأسر ممكن نقول بوساطة كما تعرف المثلية توفر لها هذه التغنية إنجاب الأطفال الإنجاب المتأخر في حالة مثلا تقدم احتفاظ الأم بالأجنة الملقحة أو حتى البويضات وكذا في بنوك المخصصة لذلك قد يعرض لمخاطر الإنجاب المتأخر ويعرض الجنين أيضا للتشوهات الخطأ الطبي اللي هو احتمال حدوث خطأ أو احتمال قصدي يعني يكون في بنوك حفظ الأجنة والبويضات والنطف مما يسبب اختلاط الأنسار طبعا إحنا عندنا لها ضابط في الإسلام إن وإحنا بنرجع إلى الطبيب السقة بنرجع دائما إلى الطبيب السقة فمثل هذه المشكلة محلولة لكن قد تكون في بعض الثقافات فيها مشكلة القضية السالسة هي قضية التحول الجنسي أو في بعض الأحيان تسمى بالتصحيح الجنسي هي نوع من أنواع العلاج برضو ننظر لها بطريقة موضوعية لحالات قد تعاني من خلل معين في تحديد الجنس بصورة واضحة من خلال الفحوصات الطبية تم تحديد الجنس الصحيح الذي ينتمي له المريض وهذا العلاج تقدم حلول لبعض المرضى لكن المشكلة الأخلاقية تصهر متى عندما يستخدم هذا النوع من العلاج بصورة اختيارية أو وفقاً لأهواء الناس في الغالب ترتبط هذه القضية مسألة الرغبة في تغيير الجنس أو التحول الجنسي بترتبط بقضية النوع الاجتماعي اللي هي النوع الاجتماعي طبعاً النوع الجنسي اللي هو الزكر والأنسة والنوع الاجتماعي هو المرأة والرجل فإذا كان في مجتمع خلينا من غير ما نقول نحن فاضل رجل أو امرأة في مجتمع معين بفضل نوع اجتماعي معين فأفراد هذا المجتمع الذين لا ينتمون للنوع المفضل قد تحدث لديهم إشكالات نفسية تؤدي بهم في النهاية إلى استخدام هذه التغنية رغبة منهم للتحول للنوع المفضل أو كما قلنا أي نوع من أنواع أي شخص لديه أهواء معينة أو شزوز معين قد يستخدم هذه التغنية وهذا هو الأمر غير المقبول من الناحية الأخلاقية بالنسبة لما يليها القضية التي تليها قضية الباية تكنولوجي والبيئة هذه من القضايا المهمة جدا وإحنا هنا بناخد لو لاحظنا بناخد أنثلة مختصرة أو مفاتيح معينة لكن هذه القضايا كل قضية من هذه القضايا هي قضية كبيرة جدا ولديها كثير من التشعب الباية تكنولوجي والبيئة أنا بذكر نمازج فقط إنه عنده إيجابيات وسلبيات من النمازج للإيجابيات مثلا البكتيريا والتوليد الطاقة من النفايات وأيضا التحكم في الأنواع الدخيلة من خلال الفيروسات مثلا كما حدث في أستراليا عندما أدخل نوع من الأرانب لم يكن موجود وانتشر بصورة كبيرة فحتى يتم التحكم في هذا العدد أصابوا هذه الأرانب بنوع من الفيروسات حتى لا يضغى العدد بصورة كبيرة السلبيات مثل الأسلحة البايولوجية ونحن نعلم إنه إذا تم استخدام الأسلحة البايولوجية بالصورة المفتوحة قد تؤدي إلى نهاية البشرية تماما أما استخدام في نوع آخر يعني من أنواع استخدام الأسلحة لكن بصورة خفيفة جدا مثل استخدام الفيروسات استخدام الفيروسات لبعض الأفكار الأشياء عند بعض الناس إنه مثلا محاولة لتقليص عدد السكر كثير من قصص الخيالة العلمية والتي قد تتحول إلى حقيقة وبعض الأفكار عند بعض العلماء إنه كي نحافظ على هذا الكوكب لابد أن نحافظ على توازن عدد السكان في هذا الكوكب فجاءت مزألة نشر البيروسات بين الناس لمحاولة تقليص عدد الناس حتى يكون هناك توازن وما الشائعات طبعا شائعات الصاحبة الانتشار فيروس كورونا ببعيدة عننا الشريحة التي تليها تتحدث عن التجارب الطبية طبعا كما الهندسة الوراسية كانت هناك في مجال الحيوان والنبات والأغذية أي الأغذية والأدوية كذلك التجارب الطبية لديها مستوى مستوى التي تجرى على الحيوان ومستوى الإنسان قضية التجارب الطبية على الحيوان لا تصير جدل كبير لكن في بعض الحالات يعني في حالة التجارب من أجل علاج الأمراض تجرى هذه التجارب على الحيوانات هو أمر مبرر إلى حد ما وفي حالة لكن في حالة أخرى مثل اختبار مستحضرات التجميل على مثلا أيون الأراني استخدام بعض المستحضرات على مختلف الحيوانات تؤدي إلى تعزيبها تؤدي إلى نفوقها إلى كذا هذا أمر غير مبرر إذا انتقلنا إلى التجارب الطبية والإنسان مثل تجارب العقاقير الطبية تجارب الهندسة الوراسية وحتى ما لا يدخل معناه وهي تجارب في مجال العلم النفس وإستخدام العقاقير في مجال المشاكل النفسية وكذا غالبا ما بيتم من قبل العلماء تبرير هذه التجارب بأنه نفعها أكثر من ضررها والتبرير الآخر أنه من تجرى عليه هذه التجارب يكون عارف وعالم بكل المخاطر حتى يتم بيتم توقيعه على استمارة معينة توضح كل المخاطر التي قد يتعرض لها فهما بيبرروا بأنه التجارب تجرع للإنسان بهذه المبررات لكن هذه المبررات تصبح غير مغنعة وغير مقبولة أخلاقيا إذا ذكرنا العامل المادي أو الأمراض الميئوس منها إذا كان مجرد يعني إحنا قلنا نفعها أكثر من ضررها قلنا إنه من تجرى عليه هذه التجربة يعلم لكن إذا كان من تجرى عليه هذه التجربة يأخذ مقابل مادي في هذه اللحظة تصهر المشكلة الأخلاقية أو هذا الشخص من أصحاب الأمراض الميئوس منها يكون في حالة نفسية لا يستطيع فيها اتخاذ قرار واعي وقرار حكيم مثل هذه النقاط قد تضحط المبررات التي يذكرها لنا العلماء وغير أنه كثير من المشكلات الأخلاقية بالصاحب التجارب الطبية على الإنسان من ناحية انتهاك لكرامة الإنسان من ناحية إرهاق لجسد الإنسان وكثير من أنا أقول هنا نحن نذكر مجرد نذكر نمازج لكن هي مسألة شائكة جدا تحتاج إلى فصول للتحدث عنها حتى لا أطيل يمكن أن أنتقل مباشرة إلى الضوابط الأخلاقية للبيوتوكنولوجيا طبعا قلنا إنه هو ده نموذج مقترح للضوابط الأخلاقية من الصعب جدا إنه شخص واحد يجي يقول أنا بقدم نموذج متكامل لضوابط أخلاقية نحن عارفين أنه المنظمات العالمية والجامعات ومعاهد البحوث وكلها تعمل للخروج بضوابط وفي بعض الأحيان تعدل عليها وتضيف عليها وهكذا فهنا ده نموذج مقترح لهذه الضوابط في مجال البيوتوكنولوجي نحن عارفين أن الفلاسفة انشغلوا بقضاء البيوتوكنولوجي ومحاولة وضع ضوابط أخلاقية تضمن عدم تضرر الإنسان من هذه التغنية واختلفت آراء ومتقييماتهم على حسب مدارسهم الأخلاقية فمثلا من ينتمون لمسهب الواجب نحن عارفين أنه المسهبين الأساسيين أو بالنسبة للأشخاص الغير مؤيندين مسهبين أساسيين وهو مسهب الواجب ومسهب المنفعة فمن ينتمون لمسهب الواجب يروا ضرورة الحفاظ على المبادئ دون إبداء أي مرونة تجاه القضايا ذات الاحتمالات المتساوية أو المستجدات المعاصرة بينما أدباع مسهب المنفعة في المقابل بيركزوا فقط على النفع والنفع المادي دون الاهتمام بالتجاوزات الأخلاقية وهنا أحب أن أشر إشارة صغيرة أنه عندما نرجع إلى الضوابط الأخلاقية في الإسلام بنلقاها أنها بتجمع بصورة متوازنة بين مسهب المنفعة ومسهب الواجب وهذا مجال كبير جدا لا أريد أن أخط فيه لكن أشير فقط إلى أنه في الإسلام بجي التوازن بين مسهب المنفعة ومسهب الواجب تباينت مواقف طبعا علماء الأخلاقين والمهتمين عموما بين الرفض القاطع لبعض الطبيقات والقبول في كذلك الأخلاق الدينية والأخلاق الوضعية هناك من ينطلقون من رؤية دينية وهناك من ينطلقون من رؤية وضعية وده بيخلق برضو نوع من التباين تجاه القضايا القضايا البعي تكنوليجية حتى الإنسان العادي الأشخاص العاديين والمهتمين بالأخلاق بنلقى أنه مواقف متباينة تجاه هذه القضايا ففي ناس يتخذوا موقف الرفض القاطع تجاه أي مستحدث أو تقنية حديثة يتخذوا موقف الرفض والبعض الآخر يتخذوا موقف القبول لكن قبولا مستسلم أن هذه التغنية لا يستطيع أن يقابلها وأن العلم تطور بصورة لا نستطيع أن نجاريها وكذا وكذا يتخذ موقف قبول المستسلم أما ما نرغب فيه هو الموقف الثالث الموقف المتوازن الموقف الأخلاقي المتوازن الذي لا يرفض مباشرة وإنما يدرس ويحلل ويأخذ وعنب الإيجابية ويساعد أو يضبط الجوانب الغير إيجابية لكن الرفض مباشرة قد نحرم الإنسانية من خير كبير جدا توفره لنا هذه العلوم فهذا الموقف المتوازن دائما هو بنجده عند فلاسفة الأخلاق وبالتحديد في الأخلاق العملية إذا كان الأمر هو يتعلق بمجال البايتكنوليك سرعة الكشوفات العلمية وتطور تغنياتها في مقابل الزمن الطويل اللي بيحتاج الحروج بمعايير أخلاقية دقيقة وتفصيلية بيفرض علينا اعتماد مبادئ أخلاقية عامة نستنبت منها المعايير الخاصة في نفس الوقت نعمل على بناء نمازج معايير شاملة ومرنة في نفس الوقت بحيث تواكب التطورات العلمية ويمكن تصور نموذج أولي لهذه المعايير هذا التصور أخذناه من عدد من المقاييس والمعايير للمزاهب الأخلاقية من الإعلانات العالمية المتعلقة بمجالات البايتكنولوجي من القوانين المهانية من الدلائل الإرشادية فتقريبا توصلنا إلى عدد أو توصلت إلى عدد من النقاط العامة اللي هو قلنا ممكن بعد كده نستنبت منها معايير تفصيلية على حسب كل قضية تواجهنا في هذا المجال فممكن ننتقل إلى الشريحة التالية اللي هي بتذكر هذا النموذج وأنا صرت أن أسميه نموذج أولي لهذه المعايير أول معيار اللي هو الموضوعية والسبات والاتساغ المنطقي لابد أن تتميز تتميز هذه المعايير بالموضوعية والسبات والاتساغ المنطقي يلا يدخل الإنسان على قضية البايتكنولوجي بتحاملات سابقة موجودة لديه تحقيق المنفعة والاهتمام بالنتائج المادية الغير متعارضة مع السوابط القيمية هذه عملية التوازن من عملية بين مسحب المنفعة وبين رؤية أصحاب الواجب اعتماد تطور المعايير الأخلاقية لمواكبة التطورات البايتكنولوجية ودي مسألة مهمة جدا أن المعايير يكون مرن حتى يستطيع أن يواكب التطورات البايتكنولوجية المبادئ المطلقة التي يضمن تطبيقها السبات والوحدة كذلك عندما نضع معايير أخلاقية لا بد أن نرتكز ونرجع إلى مبادئ مطلقة حتى نستطيع أن ننطلق بمعايير لا بد أن نرتكز إلى مبادئ سابتة من ضمن المميزات لهذه المبادئ العمومية والشمول لا تكون نسبية تطبق على مجتمعات معينة أو على قضايا معينة ولكن لا بد أن تتسم بالعمومية المسلمات الأخلاقية أيضا لا بد أن تكون هناك مسلمات أخلاقية نرجع إليها بشرط أن تكون هذه المسلمات مثبتة بالتجربة وليس مسلمات هكذا مثلا أخذها الناس أو تعارف عليها الناس الوضوح والدقة والصدق والشفافية هذه النقطة مهمة جدا بالذات في التعامل مع قضايا العلوم وبالتحديد قضايا البايتكنولوجية لا بد أن تكون المعايير واضحة والدقيقة وتتسم أيضا بالصدق والشفافية حتى أن تستطيع أن تواكب التفصيلات الموجودة في مثل هذه القضايا الإلزام والجزاء وبالتحديد جزاء المادي والمحصوص وظائر حتى تكون هذه المعايير زاد قيمة أو زاد جدوى أو زاد فاعلية لا بد من وجود الإلزام والجزاء وطبعا بالتحديد الجزاء المادي والمحصوص حتى تستطيع هذه المعايير تكون لها فاعلية في الواقع وفي الأخير الشكر لمنصة بريدي تحت هذه الفرصة والشكر لكل من تابعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله وخير الجزاء دكتورة على هذه المحاضرة الرائعة وبرك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم نعم أحبتنا الكرام ننتقل الآن مع حضراتكم إلى مشاركتنا الثانية أو المشاركة الثانية للدكتور ياسر صح صاح وعنوان مشاركته الواقع الافتراضي والدكتور ياسر مستشار تدريب ومدرب دولي معتمد تفضل سعادة الدكتور الصلاحية معك تفضل الدكتور ياسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام حياكم الله أهلا بالدكتور حياك الله حياكم الله كلها وانتم بخير وشكرا جزيلا على ما تقوم بمنصة بريدي خاصة في هذا البرنامج المتميز وهو برنامج سباق الأمم شكرا جزيلا ودائما موفقين ودائما إلى الخير بإذن الله نلتقي كل عام وانتم بخير في بداية الأمر بناسبة الاستعداد لاستقبال العشر الأواخر من شهرنا المبارك شهر رمضان الكريم كل عام وانتم جميعا بخير أنا ياسر صحصاح من مصر نلتقي على خير في مشاركتنا هذه والتي هي بعنوان الواقع الافتراضي يمكنكم المشاركة أو أنا بحاول أشارك من عندي ما في مشكلة يعني أفضل دكتور مشاركة من عندك أفضل يعني الله يكرمك يا رب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن نلتقي سويا عن طريق الواقع الافتراضي وفي الحقيقة أن سباق الأمم ما هو إلا من وجهة نظري طبعا أنه عبارة عن صفرات رقمية حديثة يقابلها أو يلتقي فيها الواقع الذي نعيش فيه فكما قالت الدكتورة رشا منذ قليل أن المشكلة التي تقابلنا هي التحكم في هذه الأخلاقيات أخلاقياتنا أخلاقيات الطفرات الرقمية بصفة عامة فالحقيقة الرقمية وهي الواقع الافتراضي هو إحدى الحقيقة الرقمية والذي سنتناوله بإذن الله عن باتصار شديد حتى لا نستغرق الكثير من الواقع مفرقين بين الواقع الافتراضي الواقع المعزز بالإضافة للواقع الحقيقي الذي نعيش فيه في الحقيقة الواقع الافتراضي من معناه هو واقع أنا بافترض لشخصي أو أنا بتخيل أبعد به قليلا عن الحقيقة التي أعيش فيها أتخيل بعض الأمور التي قد تحدث أو قد تتطور في المستقبل كما يقوم العلماء جميع التجارب التي تقوم تبنى على هذه الحقائط فهو مصطلح ينطبق على محاكاة العسوب للبيانات التي يمكن محاكاتها ماديا يرمز له طبعا بVR أو Virtual Relative في بعض الأماكن في العالم الحقيقي أي أنني أنا الذي أكون في العالم الحقيقي أنا الذي أتخيل أنا الذي أفترض عالما مستقبليا قد يكون كذا وكذا 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 هذا يكون عن طريق بعض الأمور وبعض الأليات التي سنتناولها بعد قليل إذن العالم أو الواقع الافتراضي هو محاكاة لبعض الحقائق أو بدلا من الحقائق بعض البيانات التي قد ستظهر في المستقبل توقع ظن من بعض العلماء أن ما يحدث سيكون كذا هي تنبؤات هي ظنون هي مجموعة من البيانات التي ليست في واقعنا وقد يستطيع الإنسان الغوص في المستقبل قد يحاول أن يتعرف على ما هو جديد بإذن الله إذن هو مستقبل ينطبق على ما يقوم به الحاسوب من تخيل أو ظن أو مجموعة البيانات التي يقدمها في المستقبل ومن هنا ظهر مصطلح جديد هو الذكاء الاصطناعي الذي يستطيع أن يتخيل ما سيكون عليه فيما بعد طبعا في المقام الأول كانت التجارب البصرية إما تكون عرض على شاشة الكمبيوتر من خلال مجسم من خلال محاكاة بعض الصوت أو المكبرات لهذا الصوت أو سماعات الرأس وما إلى ذلك إذن هي محاكاة لما قد يحدث في المستقبل الحقائق الرقمية بصفة عامة تنقسم إلى بعض المصطلحات التي أشرنا إليها منذ قليل وهي مثلا الواقع المعزز البعض مننا يخلط بين بعض هذه الحقائق الواقع الافتراضي الواقع المعزز الواقع الذي نعيش فيه فالواقع الافتراضي قلنا أننا نتخيل ما سيكون عليه هذا الأمر بعد فترة معينة يتوقع العلماء أن يكون كذا وكذا وكذا فهي مجموعة من التجارب التي يقوم بها أو يقدمها الآتوب عن طريق التخيل ويستخدمها الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك أما الواقع المعزز فهو مصمم لإضافة عناصر رقمية يعني العناصر أو الموضوع موجود أساسا في الواقع ونحن نضيف إليه عناصر أخرى ولكن لا نذهب فيه إلى الخيال لا نذهب فيه بعيدا عن الواقع الذي نعيش فيه إذن هناك فرق أن الواقع الافتراضي أنا أفترض أنا أتخيل أما الواقع المعزز أنا أدعم أنا أعزز ما هو كائن الآن ويرمز له طبعا بالرمز ER دائما وهو عبارة عن مناظر في العالم الواقعي بتفاعل محدود أما الواقع الذي نعيش فيه هو تجارب غامرة تجارب نعيشها في الواقع إذن هناك ثلاث مصطلحات الآن الواقع الحقيقي الواقع الافتراضي الواقع المعزز الواقع الافتراضي أنا أتخيل أنا أظن أما الواقع الحقيقي هو ما أعيش فيه الآن الواقع المعزز هو ما أدعمه ما أستزيده هو ما أعززه لما هو كائن الآن إذن الواقع الافتراضي بمعنى آخر هو عزل المستخدمين عن العالم الحقيقي أنني أقوم بعزل من يستخدم هذا الواقع عن العالم الحقيقي إذن هناك ثلاث مصطلحات كما قلنا وهي ملخص كما نقول هذه بعض الأمثلة أو ملخص لها الواقع واستمراريته تعزيزه بمعنى آخر أو الواقع الافتراضي قد يكون هناك عالم أو مصطلح مختلط من هذه الأمور يقوم بها الشخص أو يقوم بها العالم وما إلا ذلك هذا المصطلح اللي هو الواقع الافتراضي هو مصطلح تستخدمه جميع العلوم النظرية والعلمية على عد السواء بعض الأنظمة المتقدمة هي أنظمة لمسية وتشمل المعلومات عن طريق اللمس مجرد اللمس ونحن نرى الآن بعض التجارب وبعض الأمور الآليات التي نرى تستخدم عن طريق اللمس وفقط عن طريق الاستشعار عن بعد وفقط كلها عن طريق الواقع الافتراضي والمعروفة عموما باسم قوة رد الفعل في التطبيقات الطبية والألعاب الألكترونية وغيرها سنتناول هذه المجالات بعد قل علاوة على ذلك فالواقع الافتراضي يغطي بيئات الاتصال عن بعض الواقع الافتراضي قد يكون مثلا عن تخيل لعملية جراحية لأحد الأطباء يجرونها في المستقبل ماذا سيكون شكلها؟ هل سيقوم بها الريبوت مثلا؟ هل سيقوم بها شخص معين مؤهل بطريقة معينة؟ وما إلى ذلك سيقوم بها المعلم عن طريق إقامة فصل عن بعض ولا نستطيع أن نكون وجه الوجه معه كل هذه حقات كل هذه يستعملها ويستخدمها الواقع الافتراضي كلها تعمل على إنجاح التجارب التجارب الناجحة دائما تبدأ بالواقع الافتراضي دائما تبدأ بالافتراضات وهذه إحدى خطوات المنهج العلمي في التفكير وضع أو التحدث عن الافتراضات تحديد عدد من الافتراضات الواقع الافتراضي هو يغطي بيئات الاتصال عن بعض والتي توفر للمستخدمين وجود ظاهري مع مفاهيم التواجد عن بعض إما من خلال استخدام أجهزة الإدخال القياسية خلوحة المفاتيح والموث وما إلى ذلك أو من خلال أجهزة متعددة الوسائط مثل السركية وحتى أن هناك قفذات حتى أن هناك نظارات سماعات وما إلى ذلك كلها تتناول وتتحدث وكلها نتيجة للتجارب التي قام بها الواقع الافتراضي فالعلماء لا ينامون رؤوسهم دائما تفكر حتى يستطيعون الوصول إلى تحقيق أفضل النتائج من خلال هذا الواقع الافتراضي إن الواقع الافتراضي ينتج من سياقات شفه عقيقية فالواقع الافتراضي ليس بعيد كل البعض عن الواقع الذي نعيش فيه ولكن هو شفه عقيقي هو قريب من الواقع الذي نعيش فيه هو تطور للواقع من وجهة نظر العلماء هو ينتج من سياقات شفه عقيقية واضحة وسهلة الفهم هنا الطفرة الرقمية التي نعيش فيها هي تتوقع لماذا يجب البحث عن معلومة معينة في واحد من الملفات الكثيرة بين العديد من المجلدات هنا يتدخل الواقع الافتراضي عندنا الآلاف والمئات والملايين والمليارات من الملفات والمجلدات التي تختلف بعضها عن بعض الواقع الافتراضي يتقدم هنا حتى يفترض ماذا يكون عليه هذه التجارب أو هذه الملفات بدلا من إضاعة الوقت وخسر كثيرة من الواقع صارت الكثير من الوقت هنا يتدخل الواقع الافتراضي لإنقاذنا من هذا الكمل الكبير من المجلدات الكثيرة عندما يمكننا الذهاب مباشرة سواء باستخدام الواقع المعزز كما قلنا أو الواقع الافتراضي إلى السياق الذي يتضمن تلك المعلومة إذن الواقع الافتراضي يستطيع أن يصل بنا من أقصر الطرق يستطيع أن يصل بنا في أقصر الأوقات حتى لا نستهلك الكثير من الواقع إلى السياق الذي يتضمن تلك المعلومة على سبيل المثال إذا كنت أريد أن أعرف النظام الكلاسيكي للأعمدة المستخدمة مثلا في الكولوسيوم وعلى أي أساس تم توزيعها بالنسبة للطوابق وما هي النسب بينهما مثلا هذا مثال إذا كنت أعرف أريد أن أعرف في مبنى ما نسب معينة وأنا لم أشاهدها قطع إلا أنني أستطيع عن طريق الذكال الصناعي الذي يستخدمه أحيانا كثيرا الواقع الافتراضي هو أن أستطيع أن أصل إلى النسب المتبينة بين هذا المبنى أو ما إلى ذلك فبدل من البحث عن هذه المعلومة على شبكة الإنترنت وأرى الكثير من الملفات والكثير من المجلدات في ملف على جهاز الكمبيوتر مثلا الخاص به أو الذهاب إلى المكتبة للبع مما يكلف أنه عناء المشقة قضيع الوقت وقت كثير السارق عن الكتب التي قد تشتمل تلك المعلومة فإنه بالتأكيد من الأسهل الذهاب مباشرة للنسخة الافتراضية للكولوسيوم والحصول على جميع المعلومات التي يحتاجها بما في ذلك الوضع القائم والأصل لكل عنصر من العناصر المعنية بدل من أن أضيع الوقت في الذهاب إلى المكتبة بدل من أن أضيع الوقت في البحث على شبكات الإنترنت فإن الواقع الافتراضي يتدخل هنا ويوفر لي الوقت في ذلك أيضا من المهم مناقشة أفضل وسيلة للتفاعل مع العالم الافتراض كيف أنني أستطيع أن أتعامل وأتفاعل بتفاعل مميز وتفاعل إيجابي مع هذا العالم الافتراض وهل نحن بحاجة لواجهة بينية كما تلك التي تم استخدامها حتى الآن أو أن ذلك العالم سوف يمثل بيئة تلاثية الأبعاد تفاعلية لتصميم تجربة المستخدم أيا كانت أو بمعنى آخر هل انسهت تصورات العلماء وتوقعاتهم وظنونهم وتخيلاتهم في عالمهم الواقعي الافتراضي هل وصلوا إلى النهاية؟ لذلك فإننا نواجه فصلا جديدا من التفاعل مع المحتوى الرقمي للمعلومات التفاعل الواقعي أو الرقمي للمعلومات لم ينتهي بعد وسيكون كل دقيقة وكل ثانية هناك الجديد الذي يضيفه العلماء من خلال الواقع الافتراضي ومن الصعب التنبؤ بما سوف يحدث لشبكة الواقع الافتراضي في المستقبل كيف ستكون هذه الشبكة؟ منذ زمن لم نكن نتوقع أن لدينا جوالات نستطيع استخدامها ونتحدث بيننا وبعض بيننا بيننا مئات الأميال وبيننا أوقات كثيرة تختلف وبيننا مسافات وعوائق ومن إلى ذلك لم يكن أحد يتوقع ذلك لم يكن أحد يتوقع أن نصل بطائرة في خلال ساعات إلى أبعد مكان في العالم كلها كانت تنبؤات وكلها كانت توقعات عن طريق العالم الافتراضي فمن الصعب التنبؤ بما سوف يحدث لهذه الشبكة مستقبلا ولكن من المؤكد أنها سوف تكون أبسط وأكثر طبيعية مما يكون عليه اليوم لأن الذي يأتي بجديد دائما هو أفضل مما سبق دائما الجديد دائما الواقع المعزز والواقع الافتراضي يسعون دائما لتحقيق أفضل النتائج أننا ندرك وقعية العالم الافتراضي عندما ينقطع السيارة الكهربائية أو خدمة الإنترنت في العالم الافتراضي حقيقي كما هو العالم المصنوع من الطوب وأنبيب الحديد وما إلى ذلك نحن نتذكر منذ فترة قليلة عندما انقطع الإنترنت عن العالم عندما انفصلت دول كثيرة والناس كثيرون عن العالم نحن نتخيل ما حدث نحن جميعنا عاصر هذه الحقيقة منذ فترة بسيطة كيف كان العالم كيف أصبح العالم وقتها فإن العالم يكون من خلال الواقع الافتراضي الافتراضي يكون إلى نتائج أفضل بائما بإذن الله ولكن المهم كما قالت منذ قليل الدكتورة الفاضلة دكتورة رشا الالتزام بالأقلاقيات المنوط بها هذا العالم أو هذا الواقع الافتراضي ولكن أكثر الناس يهتم بالتردد على أماكن لقاءات والاكتشافات الجديدة ورؤية الأمور بالفعل الكثير منا مهتم بالأمور حديثة التي بكرها العلماء وتنبأوا بها إلا أن هذا الأمر لا يقف ولا ينتهي إنه في كل يوم في نموه من منظور مختلف كل هذا يبتح الباب أمام نوع جديد من المكتبات حيث يمكن التجول بين المعلومات وبالتالي فالمكتبة والمعرفة بشكل عام يمكن أن تتحرر من جدرانها المادية الآن تستطيع أن تكون لديك مكتبة ألكترونية على جهازك مثلا المحمول على هذا الكمبيوتر لا تستطيع أو لا تحتاج إلى الذهاب إلى مكتبة بين جدران مادية بها كتب تستطيع أن تبحث في دقائق عن أي معلومة تحتاج إليها الأمر اختلف كثيرا عما كنا نحن عليه قديما الذهاب هناك حيث يجتمع الناس وخصوصا إلى تلك الأماكن حيث يعيش الأشخاص التي لديهم معيقات مختلفة كدور العجزة كالمعاقين المستشفيات السجون السكنات العسكرية كيف سيذهبون إلى المكتبات المادية التي كنا نعرفها قديما إن الوسائل الحديثة وفرت المشاق هذه كلها وذلك من خلال الواقع الافتراضي وبذلك يتشارك المواطنين افتراضيا في التصميم والاتصال وإدارة وتنفيذ العمل الثقافي وبإستطار فإن المستقبل هو تحويل المكتبة التقليدية التي بين جدران المادية إلى مدينة والمدينة الافتراضية إلى مكتبة الآن العالم نقول قد تحول إلى مدينة صغيرة بعد أن كنا لا نعلم هذه الدولة كيف تعيش وهذا القرية كيف تعيش الآن جميع الدول كلها تربطها شبكات بسيطة نستطيع التواصل في دقائق ونتعرف ونتعلم كماذا يكون هناك إن وسائل الإعلام القديمة اندمجت مع تلك الجديدة في قليط متير وينبغي علينا نحن الإنسان ونحن العقول التي نفترض أنها عقول نيرة عقول مستنيرة دائما ينبغي أن تفصلت ينبغي أن تستنير بما كان في القديم وتأخذ من الجديد ما يساعدها في قليط متير للدهشة على سبيل المثال الإنترنت لم يؤدي إلى اقتفاء الكتاب ولكن بدلا من ذلك قد يكون السبب الرئيسي في تعزيز المكتبة وقد يكون من الصحيح أننا لا نحتاج إلى الانتقال مديا للتحقق من المواصوعات والقواميس لا نحتاج إلى الذهاب إلى المكتبة لا نحتاج إلى الذهاب إلى جدران المكتبة في موعدها المحددة من الساعة كذا إلى الساعة كذا الآن طيلة الأوقات في كل وقت أستطيع أن أدخل أي مكتبة على مستوى العالم أي مكتبة في أي دولة أستطيع أن أتوصل إلى ما أريده من أهم تطبيقات الواقع الافتراضي التطبيقات في كل المجالات ولكن في أهمها من أهمها التعليم التدريب التسوق والتجارة الإلكترونية الطب والعلاج النفلي الهندسة المعمرية والتصميم الداخلي أي إن تطبيقات العالم الافتراضي توجد في الكثير من الأماكن إذن كما قلنا ما موجودة في التدريب بنماذ كثيرة سنقتصد كثيرا حتى لا يقضنا الوقت التعليم التطبيقات الترفيهية الألعاب الألكترونية حتى المباني الافتراضية أيضا قبل أن تكون أو قبل أن يصمم المهندسون أي مبنى يفترضون أنه يكون كذا ويرسمون له صور افتراضية قبل أن يتم هذه المباني أو هذا المباني أيضا ظهر كثيرا من التطبيقات الافتراضية من خلال المجال الطبي وكل ذلك هو سبب من توقعات وظنون العلماء التي توقعوها وتاهموا بها كثيرا الآن ننتقل إلى نقطة مهمة أخرى هي من أهم أدوات الواقع الافتراضي الأدوات التي يستخدم حقيقة هو لا أدوات محدودة لديه الواقع الافتراضي يستخدم أي شيء وكل شيء ولكن من أهم الأجهزة التي أو الأدوات الافتراضية التي يستخدمها أو من نتائج الواقع الافتراضي التي يستخدمها مثلا أجهزة تلبس على الرأ قفزات قفزات اللم مجسمات الحركة المناظر متعددة الاتجاهات مثلا ما يسمى بكه البيئة الافتراضية الآلية أجهزة مساعدة تساعد نظام الحاسب الآلي جهاز النانو كلها أدوات ووسائل مهمة يستخدمها العالم في الواقع الافتراضي الذي يعيش فيه كلها أدوات هي بعض الأدوات التي يستخدمها ولكن كما نقول أنه لا حدود بينية لا توجد حدود بينية لا توجد أدوات معينة وفقط إلا أنه يتحلو جميع الأدوات ويستخدم جميع الأدوات حتى يصل إلى النتاج المرجوة أو التي ينشرها في الواقع حاولت أن أستغل الوقت قدر المستطاع لأن المشاركة طبعا أنا أعلم جيدا أن نقدارها خمسة عشر دقيقة ولذلك حاولت أن ألتزم بالوقت قدر الإمكان شكرا لكم جميعا وكل عام بخير ورمضان كريم أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته في الدكتور لزاك الله عنا كل خير ورمضانك كريم إن شاء الله تقبل الله الطاعات مننا ومنكم زاك الله خير وبركاته الله يحفظك يا رب نعم أحبتنا الكرام بارك الله فيكم ننطلق الآن مع رحلتنا الثالثة وختام ندوتنا المباركة مع المشاركة الأخيرة للدكتورة طيبة غزوان محمد وعنوان محاضرتها التكنولوجيا الحيوية والدكتورة طيبة هي رئيس الشؤون العلمية ومحاضرة بجامعة ابن سينة للعلوم الطبية والصيدلانية كلية طب الأسنام فلتتفضل مشكورة دكتورة ولكم الصلاحية تفضلي دكتورة طيبة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الحضور مع حفظ الألقاب أهلا وسهلا بكم رمضان مبارك عليكم وتقبل الله طاعاتكم بإذن الله شكرا على القائمين على برنامج سباق الأمم ومنصة أريد وأعرفكم عن نفسي أني دكتورة طيبة غزوان محمد تدريسية في كلية طب الأستان جامعة ابن سينة العلوم الطبية والصيدلانية مسؤولة الوحدة العلمية وعضو في المجلس الاستشار الصناعي نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم عن التكنولوجيا الحيوية ممكن ظاهرة الشاشة صحيح نعم دكتور واضح مفضل التطور بشكل كبير في الحقبة الأخيرة وبدأ يتطور البيوتكنولوجي في مجالات كثيرة منها المجال الزراعة والصناعة والطب والبيئة وغيرها نتطرق اليوم إلى معرفة ما هو علم البيوتكنولوجي وأنواعها فضل عن مطلوب دكتورة طيبة الصوت غير واضح عفوا دكتورة الصوت الآن أوكي نعم دكتورة دكتورة إذا في إشكالية عندك أو النت ضعيف تحبي أنا أشارك أنا العرض التوضيحي ما في حيني إشكال بس أنا عارفت بس أوكي يعني إذا صارت بجي مشكلة الآن واضح نعم على بركة الله إذا صارت مشكلة أنا لح أخبرك وأخيرا الأفراق المستقبلية والتطورات الحديثة للتكنولوجيا الحيوية طبعا ماذا تعني التكنولوجيا الحيوية التكنولوجيا الحيوية هو مصطلح طبعا يطلع لفرع العلوم يستخدم لمعرفة والتقنيات وطرق الهندسة الوراثية نعم أحبتنا الكرام لحيني إصلاح الخلل الفني نفتح باب المداخلات والنقاش لمن أحب أن يشارك معنا اليوم ويطرح سؤالا أو استفسارا على الأساتذة الموجودين معنا فليتفضل وليرفع أداة اليد أو يطرح سؤاله على الشات تفضل أحبتنا إلى حين إصلاح الخلل إن شاء الله نعم معنا الدكتور أو الأستاذ عادل تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام حياك الله أحبك دكتور مهندس عادل البذوي الشباسي من الليلة الأندسة جمعت عين شمس أحبك دكتور مهندس عين شمس والاعتماد على جميع منصات الإنترنت والحاجات ديت فيها محاذير كثيرة وخصوصا أننا في يعني خليني أقول يعني بدون تعميم في كثير من الدول لسنا المتحكمين في كل ما هو منها يعني في أغلبية هذه المنصات وبالتالي من أحد المحاذير أن ما يعني ما يتم ادخاله أو تغذية هذه البرامج من معلومات مش نحن المتحكمين فيها فممكن بطريقة أو بأخرى يمكن كما يقولون ده السم في العسل وبالتالي يعني الباحث أو يعني اللي بيعمل رسالة أو بحس ممكن ياخد المعلومة ويعتمد على أنها موثقة ولكن يقع في المحذور أن هي ملهاش توصيل وقد تكون مغلوطة الحاجة الثانية هي عدم قدرتنا على التحكم في كل ما هو موجود وبالتالي ببساطة جداً بنعتمد في كل مصادرنا وفي كل التعاملاتنا على ما تقدمه لنا الشركات الأخرى أو الهيئات الأخرى قد يكون لها جوانب إيجابية في التعليم والتعلم وإتاحة بعض المواد العلمية زي الفيديوهات التعليمية أو الحاجات المحاضرات المسجلة وما يشابه ولكن يجب أن يكون عندنا الحس أو الحذر في الأمان من هذه المنصات وأشكر لكم تعاونكم تعليق صغير بس أنتوا في الشات كاتبين للتسجيل في برنامج سباك الأمم أنا حاولت أسجل فيه أكتر من مرة لكن هو بيديني رسالة أنه هو طلبك مرفوض لأن التسجيل المجموعة المجموعة الوصف بتاع السباك الأمم مكتملة أو يعني فوض أرجو بس العلم بهذا الموضوع وشكرا لكم كذيل الشكر وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم بارك الله فيك جزاكم الله خير بارك الله نعم معنا أيضا الدكتور أحمد غضل دكتور أحمد السلام عليكم عليكم السلام حياكم الله كل عام وأنتم بخير وعبد الله والأيام علينا وعليكم بخير إن شاء الله ما أسأل الله نكون رمضانكم طيب وتقبل الله الطاعات حياكم الله إن شاء الله يا رب العالمين أولا بسم الله ما شاء الله يعني المنصة كل كل فترة بتزداد شعبية وبقالها صوت وبقالها صوت مسموع واحد عاجل منصة عربية خاصة بنا الجزء التالي اللي عايز تكلم فيه بالنسبة للبيوتكنولوجي إحنا محتاجين نأسس مؤسسات دحسية متخصصة البيوتكنولوجي عشان تبقى برضو يمكن أنا ندرس شوية بطلاب الجامعة فشايف إنه عشان نبقى متمكنين من البيوتكنولوجي لازم بقى عندنا ناس متخصصة في الفيزياء في الكيميا في الأحياء ومتداخل مع بعض ملتي ديسبلين يعني ويمكن الانترنت هو ليه مساوئ طبعا وكلام من ده لكن لكن ميزة المهمة فيه إنه أصبح العالم كتاب مفتوح تقدر تتابع وتقدر تحصل على المعلومة الدقيقة وعندك مصادر المعلومة الدقيقة موجودة مجلات العلمية الدولية المحكمة التبع تايلر فرانس تايلر وهكذا ففيه مجلات علمية محكمة دوليا دي بتحصل منها على المعلومة اللي انت عايزها وتقدر تتابع التطور اللي بيحصل في المجالات المختلفة وعلى رأسها مجال البيوتكنولوجي اللي أصبح ليه أهمية كبيرة جدا في الفترة حالية فأنا أتمنى أنه في المنصة عندنا يبقى توجهات أكثر نحو الأشياء المتحددة التخصص زي البيوتكنولوجي يكون في المنصة برضو عندنا آآ مش عارف نعملها إزاي بس يبقى في كوميونيتي معينة متخصصة في المجالات دي وربنا يوفقنا ووفقكم إن شاء الله وكل سنة حدث مطيبين شكرا جزيلا شكرا شكرا دكتور الله يحفظك يا رب بفضل من الله والحمد لله تم إصلاح الخلل والآن الدكتورة طيبة معنا فتتفضل الدكتورة جزاكم الله خيرا تفضل الدكتورة الصلاحية معي السلام عليكم مرة ثانية أياكم الله أهلا دكتورة فتفضل نرجع نكمل المحاضرة وصلنا للتكنولوجيا الحيوية الزرقاء طبعا تعتمد تكنولوجيا الحيوية الزرقاء من اسمها الزرقاء على استغلال الموارد البحرية لإنشاء منتجات تطبيقات تتأهمية صناعية مع أن أخذ بنظر الاعتبار أن البحر طبعا يمثل أكبر قدر من التنوع البيولوجي لاحتوى على البحر من الأسماك ومنها الأوروبيان وسرطان البحر اللي يحتوي على مادة اللي يطلق عليها الكيتوزان هذا السكر نعم نأتي على التكنولوجيا الحيوية الرمادية تستخدم وتشير التكنولوجيا إلى التطبيقات البيئية وتركز على الحفاظ على التنوع البيولوجي إزالة الملوثات باستخدام المايكرو أورغانيزم والنباتات لعزل مواد مختلفة والتخلص منها مثل المعادن الثقيلة والهايدرو كربونت من الأمثلة عليها شركة المايكرو جين بايو تكنولوجي ومقرها في كارلو والتي ساعد في تنظيف الأراضي الملوثة في الصين من متطلبات نجاح المؤسسات العاملة في مجال البايو تكنولوجي في مجال الزراعة كان المفروض لدور المزارعين والزراعة في التخفيف من وطأة تغيير المناخ لكن لحد الآن لم يحظى بأي اعتراف لكن يستطيع المزارعون أن يساهموا بشكل بسيط بتكتيس الكربون في التربو وتحسين من خصوبتهم في نفس الوقت من خلال ما يسمى بلتريز فرتيلايزر تستطيع غابات المنغروف شرحنا التكنولوجيا الحمراء والبيضاء والرمادية فلننتقل إلى الشريحة المتطلبات نجاح المؤسسات المتطلبات نجاح المؤسسات العاملة طبعا في المجال الزراعي كان مفروض لدى المزارعين والزراعة تخفيف من وطأة تغيير المناخ لكن لحد الآن لم يحظى بأي اعتراف فيستطيع المزارعون لو بشكل قليل أن يساعدوا في تكتيس الكربون بالتربة وأن يحسنوا مخصوبة التربة من خلال ما يسمى بالأيجار المخاصبة أو التريز فرتيلايزر تستطيع غابات المنغروف تكون لها فتفع عالية عالية جدا في احتباس الكربون ممكن أيضا لمحطات الغاز أيضا تساعد بالاستفادة منها في المنازل نهج الخلية تفضل مش مشكلة تعد نهج الخلية الواحدة فالطريقة واعدة لحصول على بيانات نسخ عالية الدقة وأيضا لها القدرة على إحداث ثورة في دراسة نمو النباتات وطبيق تطورها ويلاحظ أنه في السنوات الأخيرة ظهر تطور كبير في مجال تكنولوجيا ومجال البيولوجية النبات حتى يدرسون معلومات النسخية الخلايا الفردية عن طريق تسلسل الحامض النووي للخلية الواحدة ممكن أيضا إلى رؤية جديدة في كيفية تسريع الأساليب الناشئة للأبحاث المتقدمة في مجال تكنولوجيا الحيوية النباتية في المستقبل القريب في المجال الطبي أيضا يجري تطوير علم الوراثة الدوائية مع المزيد من المعلومات تكون أكثر شمولا تم حصول عليها الإنسان من خلال مشروع الجينوم يمكن أن تختلف استجابة المريض لعوامل العلاج الكيميائي المعطاة لمرض السرطان باختلاف الوراثة فيهدف علم الوراث الدوائي لإستخدام المعلومات حول هذا التنوع للتخطيط للعلاج مع تقليل السمية والاستجابة تكون أفضل ركزت طبعا دراسات سابقة بالغالب على تعدد أشكال النيوكلوتيدات المفردة لكن على نطاق واسع من المهم النظر في التنوع الجيني في جميع الجوانب البايولوجية وبايولوجية مسارات الدوائية طبعا في أوروبا يعتمد نظام الوقاية من الأمراض والرعاية الصحية الشخصية على تفاصيل فحص المريض ضرورة خلق رؤية بالخدمات الصحية من خلال التركيز بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة الخدمات الصحية والوقائية نظام الوقاية من الأمراض يعتمد بالمرتبة الأولى على وصف تفصيلي للفرد مثل سريرية جزائية تصويرية معتمدة على أجهزة الاستشعار فكرة الطب الشخصي يتكون من تقييم المخاطر الجينومية إلى جانب التجارب السريرية والطب الشخصي واللغة الجينومية الشخصية أصبحت الآن شائعة الاستخدام يمكن لأجهزة الاستشعار الشخصية المستقبلية إجراء قياسات نقل كلمات مرور سريرية ومؤشرات حيوية للدم على سبيل المثال عندما تكون ممكن أن يشخصون حالة وإرسال تنبيهات عندما تكون المراحل الأولى من استكتة دماغية فضلاً عن الأدوية المعدة خصيصاً أو يتم إنتاجها عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد بناءً على بيانات الصيدة للجيني والابتكارات أيضاً في هذا السياق كذلك بمجال التكنولوجيا النانو أيضاً إلها فد تطور كبير ومستقبلي في مجال التكنولوجيا الحيوية الطبية متعلقة أيضاً بالوقاية من الأمراض والتي تعتبر هي الاستخدام الأوسع للمضادات الحيوية أيضاً الطلاقات المضادة للبكتيري التقليل من تأثير العدوى على تسبب في فشل الأجهزة الطبية أيضاً نلاحظ أن التكنولوجيا النانو أيضاً يوفر أدوات لتركيب أسطح المواد بتقنية النانو للزراعات الطبية بهدف تقليد مبيد الجراثيم منها بعض أنواع الخصائص النانوية السطحية لمختلف أنواع الحشرات والتي توفر أوراق القدمين والقلقاس واللوتس ومبيد أيضاً للجراثيم يوفر هذا النوع من إلهام حيوي وابتكارات عظيمة في توفير بعض الخصائص الشبيهة بالبيولوجية يمكن استخدامها لتوجيه هيكلية السطح والتوليف من المواد إلى الأجهزة والعمليات الوظيفية لكن من المحتمل أن تكون هناك فوائد أكثر للتكنولوجيا حيوية الطبية من مجرد استخدام علم الأحياء كقالب لتوجيه السطح هيكل وتوليف المواد طبعاً أنيقة ذات بنية نانوية مميزة ومركزة من هذه الأنظمة البيولوجية ذات البنية النانوية هو تجميع أخشية ثنائية الطبقة من الدهون الفسفورية توفر فتح حجيرات لترشيد الوظيفة العاملة للكائنات المعقدة مثلش النباتات والحيوانات فضلاً عن توفير بيئة لتثبيت البروتينات الغشائية المساعدة بالاستشعار والتشغيل وضاء في البيولوجية للخلايا طبعاً أيضاً مكملة مكونات الخلايا البعولوجية تعتبر الأساس نقل الأيونات والجزئات بين الخلية والبيئة المحيطة بها داخل الجسم تدعم في قدرة الخلايا المشاركة بالسيطرة الفيسيولوجية على الجسم في المجال الشريحة الثانية في المجال البيئي والمجال الصناعي طبعاً تطور السريع بالصناعة الجانب زيادة نمو السكان أدى إلى تفاقم استهلاك مياه كبيرة من الفحم والنافط والغاز الطبيعي وموارد مياه عذبة في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تدهور بانبعاثات الكاربون نقص الطاقة والمياه وهذا يعتبر هو تحدي مستقبلي كبير أمام تنمية المجتمع البشري حيث من المتوقع أن يواجه العالم نقص بالمياه بنسبة 40% بحلول عام 2030 إذا وصل استهلاك الموارد المائية بشكل مفرط في كل من الحياة النومية والتصنيع الصناعي عمليات وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والفعالة مطلوبة بشكل عاجل لحماية صحة الإنسان وبيئته مع ذلك التصريف المباشر أو غير المباشر غير منضبط لمياه الصرف الصحي غير المعالجة يؤدي تدريجين إلى تفاقم مشكلة توفي المياه الصطحية والمياه الجوفية ومياه الشرب خاصة بالمناطق الريفية في البلدان النامية أو المخلفة الشريحة الثانية تشرح لنا أيضا في المجال الصناعي والبيئي الشريحة الثانية دكتور عيني حماية طبعا مياه حماية البيئة بالمناطق الريفية والمعالجة المستدامة لمياه الصرف الصحي الريفية حظيت باهتمام متزايد بالفترة الأخيرة وأن هذه معالجة مياه الصرف الصحي تطلب كميات كبيرة من مدخلات الطاقة لإزالة الملوثات ومنها ملوثات مياه الصرف الصحي فضل على أن شكل استهلاك الطاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي 25% من إجمال أنفاق الطاقة في القطاع المياه العالمي وصل إلى 42% في البلدان المتقدمة من الواضح أنه يجب أو ينبغي التمييز بين معالجة مياه الصرف الصحي الريفية وعمليات معالجة مياه الصرف الصحي كثيفة الاستهلاك للطاقة إضافة إلى أنه في المناطق الحضارية يجب فصل مياه الصرف الصحي المنزلية أو البلدية القادمة من المدن عن مياه الصرف الصحي الصناعية بسبب معايير التصريف الصارمة أو القوانين واللوائح البيئية في حين مياه الصرف الصحي المنزلية مستمدة من المناطق الريفية عادة ما تكون مختلطة مع المياه القريبة وهي هايفد مشكلة كبيرة طبعا مياه الصرف الصحي أو الزراعي ناتجة عن مصانع الصغيرة أو المزارع معروف أيضا مياه الصرف الصحي المنزلية من مناطق الحضارية يمكن جمعها عن طريق شبكات أنابيب بلدية كثيفة في المدن وثم معالجتها وتنقيتها بواسط محطات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال نظام مركزي بكلفة وأنفاق نظام معالجة مياه الصرف الصحي البلدي طبعا بايضة الثامن وثمانين بالمئة من الاستثمارات المطوبة تشارك في جمع مياه الصرف الصحي غير مناسبة لعجاجات لمعالجة مياه الصرف الصحي الريفية على أكس في المدن تكون أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي مركزية ومفيدة وممكنة ليش بسبب كثافة السكان شبكات أنابيب بينما بالمناطق الريفية تكون منخفض عدد السكان تكون القرى صغيرة غير مطورة الأسر تكون قليلة واختلاف المناطق الريفية غير متاحة لبناء شبكات الأنابيب البلدية وأنظمة معالجة مياه الصحي المركزية بدون إدارة تكون وإشراف صارم يتم تصريف كمياه كبيرة من مياه الصرف الصحي الريفية غير المعايجة أو المعالجة بشكل غير صحيح بشكل مباشر أو غير مباشر إلى بيئات المياه القريبة مثل الأنهار والبحيرات من خلال الصرف المفتوح طبعا التحديات التي تواجه التكنولوجيا الحيوية من بينها أول شيء الأمان يجب ضمان سلامة استخدام البايو تكنولوجي وعدم تأثيرها على البيئة وعلى النظمة الحيوية الأخلاقيات كما تطرقت دكتورة رشا يجب وضع فد إطار أخلاقي قوي لاستخدام البايو تكنولوجي وضمان سلامة المسار الأخلاقي للأبحاث والتطوير الجودة يجب ضمان جودة البايو تكنولوجي والحفاظ على الدقة والموثوقية في النتائج التنظيم يحتاج القطاع الحيوي إلى تنظيم قوي مراقبة صارمة لضمان السلامة والموثوقية بها التكلفة تعتبر أيضا التكلفة عامل مهم في استخدام البايو تكنولوجي ويجب العمل على تخفيض التكاليف وجعلها في متناول أيدي الجميع التعاون الدولي يحتاج العمل في مجال التكنولوجيا الحيوية إلى تعاون الدولي قوي لتبادل المعلومات والخبرات وتطوير الابتكارات بشكل أفضل وأسرع الآفاق المستقبلية وتطورات الحديثة للبيوتكنولوجي طبعا تعد التكنولوجيا الحيوية في المجال الحيوي يشهد تطورات مستمرة وابتكارات جديدة متوقع أنه تستمر التطورات في مجال البيوتكنولوجي وتأدي إلى اكتشافات جديدة وتطبيقات مبتكرة تحل العديد من المشاكل العالمية مثل نقص الموارد الغذائية تلوث البيئة وأمراض وراثية ويعمل العلماء في الوقت الحالي على تطوير تقنيات الجينوم الاصطناعي اللي تسمح بتعديل الجينات بدقة عالية وتأدي هذه التقنيات إلى اكتشاف علاجات جديدة أمراض الوراثية تحسين جودة الحياة ممكن تطور لنا الأطعمة والأدوية وتهجن النباتات والحيوانات وتعزز خصائصها فضلا عن استخدام البكترية في مجال مثل إنتاج الغذاء ومعالجة النفايات في النهاية تعد التكنولوجيا الحيوية مجال حيوية يعد بالعديد من الفرص والتحديات يمكن أن تساهم في تحسين الإنسان والبيئة وتوفر حلول مستدامة للمشاكل العالمية مع استمرار التطورات والابتكارات مستقبل التكنولوجيا الحيوية يبدو أنه واعدا ومشرقا طبعا شكرا جزيلا لمنصة ريد وعلى القائمين على هذا البرنامج شكرا لأصغائكم وآسفة على الخلة اللي صار بالإنترنت بس تعرفون يعني إحنا في العراق دائما الإنترنت مكلف ورمضان كريم عليكم وعاذ الله عليكم كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا مرة أخرى شكرا شكرا دكتورة بارك الله فيكم رمضانكم إن شاء الله كريم وتقبل الله الطاعة بارك الله فيكم نعم أحبتنا الكرام نفتح مرة أخرى باب النقاش وعلى عجال يعني نطلب من حضراتكم أنه من يريد أن يطرح سؤالا أو استفسارا فليكن مقتضرا بارك الله فيكم ونحن أخذ إن شاء الله مداخل أو مداخلتين ومن ثم ننتقل إلى طريقة الحصولية على الشهادة فمن أحب أن يسأل أو يستفسر عن شيء ما إما أن يطرح السؤال في الشات أو أن يرفع أداة بيد لإعطائه الصلاحية تفضل أحبتنا من أراد أن يسأل سؤالا فليرفع أداة بيد تفضل نعم إذا ما في أسئلة إن شاء الله في أحد من الدكاتر يحب أن يجاوب على الأسئلة التي طرحت قبل المداخلة الدكتورة طيبة دكتور ياسر دكتور رشا مع حضرتك مع حضرتك كان دكتور ياسر مع حضرتك نعم تفضل دكتور تفضل الله يحفظك يا رب هو تعليق سريع بس على أخونا طبعا والأستاذ الدكتور عادل الشباسي أتفق معاه طبعا في كلامه اللي هو قاله من شوية إن هو الآخرون بيتحكموا في المنصات وبيتحكموا في يعني التجارب وهم لهم الصبت في كل المجالات هذا صحيح بالفعل ولا يختلف عليها اثنان ولكن من الذي جعلهم يفعلونا ذلك نحن إن الوقت قريب يمكن من مئة سنة ولا حاجة يعني وقت قريب مش بعيد أوي أوروبا كانت تتعلم باللغة العربية كانت تترجم الكتب وتترجم المؤلفات العربية وكانت تتعلم باللغة العربية كانت تأخذ من العلماء العرب عندما كنا قوة عندما كنا قوة فكرية عقولنا الآن إما إنها تهاجر في الخارج أو حتى إذا لم تهاجر فعقولها تموت بعد فترة أفكارها تموت بعد فترة إذن نحن من يترك الملعب لغيرنا نحن من لا يستطيع أن يغزو هذا الفكر ليس لضعفنا ولكن قد تبدو الأسباب لسبب أو الآخر كل أدرى بما هو فيه ولكن يعني مثال بسيط مؤتمر بسيط كنت فيه تبع الأمم المتحدة وكلية نفس التعليق ده نفس الكلام ده كنت بأتكلمه ترد علي وفد رئيس وفد اليابان بقوله إن أنتم إن استطاعنا أن يكون لديكم جودة في مثلا في مجال ماء بنسبة 20% وأنتم الآن كان يضرب المثل على مصر وأنتم الآن يا مصريين تستطيعون غزو العالم في اليابان وفي أمريكا وفي أوروبا ومعظم العرب معظم العقول العربية هي التي ترأس المؤسسات الدولية في داخل هذه البلاد وهي التي تبني وهي التي تعمر وهي التي تقوم بكذا وكذا وكذا في بلدانهم هذا على كلامي كلام رئيس وفد اليابان والذي يرد عليه ويحدثني بذلك فماذا لو أنتم أصبحتم بنسبة 50% بنسبة جودة بنسبة تقدم أكتر بنسبة 60% ماذا ستفعلون بنا هذا هو كلامه رئيس وفد اليابان إذن التقصير أنا أعوله علينا نحن فنحن ندرس ونستطيع الذهاب إلى الخارج عندما نعود نكرر ما يقوله الخارج بدلا من أن نضعه لنتقدم عليه ونبني عليه وبغل من ذلك فنحن نكرر ما يقوله الغرب وندرس ما يقوله الغرب ولا نحاول أن نجتهد أين اجتهداتنا أين تجاربنا أين اختراعاتنا أين منتجاتنا نحن نحن لا نملك أقواتنا جميعا نحن نتحكم فينا غيرنا لضعفنا ووهننا أنتم غثاء كغثاء السيء كما قال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لذا أتفق مع الدكتور عادل ولكن أقول علينا دور كبير ينبغي القيام به نحن فالمنصة تمتلئ بالعقول النيرة بالعقول المستنيرة فلماذا لا يتبنون اختراع لماذا لا يتبنون منتجات لماذا لا يغزون العالم بفكرهم أين نحن من كل هذه الأفكار إن هذه المنصة فخر لنا وللعرب أجمعين منصة كريد منصة عربية خالصة هي فخر للجميع لماذا لا يكون لدينا الكثير من المنصات مثل هذه بدلا من أن تكون في بلاد أوروبا أو أمريكا أو غيرها لماذا لا تكون في بلادنا نحن العربية ونستطيع أن نغزو من خلالها العالم شكرا لحسن استماعكم وآسف للإطالة وتحياتي للدكتور عادل الشباسي شكرا جزيلا لمنصة أوريد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا دكتور ياسر بارك الله فيك جزاكم الله وعنا كل خير نفع الله بكم نعم هل يوجد مداخلة أخرى أو تعقيب من أحد الدكاترة إذا ما كان في السؤال سننتقل إن شاء الله أحبتنا الكرام سننتقل مع حضراتكم لشرح طريقة الحصول على الشهادة لهذه الندوة نعم أحبتنا الكرام تم وضع رابط الحضور والشهادة في الشات وسنقوم الآن مع حضراتكم بشرح مفصل لعملية الحصول على الشهادة واسمحوا لنا أن نشارك مع حضراتكم الشاشة نعم أحبتنا الكرام عند الدخول على محرك البحث جوجل وكتابة منصة أوريد العلمية سوف تظهروا لنا بالشكل الواضح أمامكم ولمن كان مسجلا أو عضوا في المنصة فقط يضغط على تسجيل الدخول فيطلب منه الإيميل وكلمة المرور أما لمن لم يلتحق بالركب فبإمكانه الالتحاق الآن من خلال تسجيل حساب جديد فينتقل إلى الصفحة التي تظهر أمامكم والأمر يتطلب أشياء بسيطة كالاسم باللغات العربية والإنجليزية وبريد الألكترونية وتأكيده ثم كلمة المرور وتأكيدها واختيار الدولة التي نحن فيها ومن ثم الضغط على زر التسجيل فنصبح رسميا أعضاء في المنصة كما يوجد في أعلى الشاشة شرحا مبسط لعملية التسجيل ننتقل بعدها مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للمنصة والتي تظهر أمامكم بهذا الشكل أو ما يسمى طبعا الحائط فهذه الصورة الصفحة الرئيسية للمنصة ندخل على سباق الأمم زر سباق الأمم برنامج سباق الأمم في منتصف الشاشة سباق الأمم فيحولنا مباشرة إلى الصفحة الرئيسية في البرنامج والذي يظهر أمامكم بهذا الشكل بإمكانكم التجول فيه ومشاهدة جميع الأقسام وقاعة الزوم وطريقة التنفيذ والمشاركين كمتحدثين وجميع الندوات المباشرة كما تظهر أمامنا الآن والجلسات الحية عفوا وجميع الندوات التي قدمت أيضا نختار منها من أعلى الزاوية الجلسات موجود في أعلى الشاشة أو أعلى الصفحة الجلسات نضغط عليها فننتقل مباشرة إلى الندوات التي نحن بصددها نختار منها رقم عشرة وهي الندوة التي نحن بصددها الندوة رقم عشرة أو رقم عشرة الجلسة رقم عشرة فننتقل مباشرة إلى الصفحة الخاصة بالندوة وهنا فيديو تعريفي بالندوة ومن ثم في أسفل الشاشة الندوة العلمية البايوتكنولوجيا تعديل الحياة نعم حبتنا فنضغط على الندوة يذهب مباشرة إلى صفحة صفحة تحميل الشهادة بإمكانكم الضغط على تحميل الشهادة الألكترونية فيطلب منكم كود التفعيل وهو ستة أرقام نبدأها بخمسة صفر صفر ثم خمسة صفر صفر خمسماء ثم خمسماء أكرر الرقم حتى يكون واضحا أمامكم خمسة صفر صفر خمسة صفر صفر خمسماء خمسماء نقوم بعدها بإصدار الشهادة وتظهر لنا بهذا الشكل وتجدون فيها الإسم وأيضا عنوان الندوة وتاريخها وتشاهدون هذه الصفحة أو هذه الشهادة بالصورة الظاهرة أمامكم حبتنا أيضا سوف ننبه لأن المنصة سترفع التسجيل الخاص بهذه الندوة على القناة الخاصة بمنصة أريد وتظهر أمامكم وتجدون جميع الندوات التي قدمت وأيضا المحاضرات التي قدمت في الأيام السابقة وإن شاء الله غدا سوف نرفع هذه الندوة على الصفحة الرئيسية على اليوتيوب للمنصة بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير ونختم هذه الندوة بشكر جميع الدكاتر المشاركين بارك الله فيهم ونفع الله بعلمهم وزادهم تواضعا وعلما ونختم بسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونلتقي إن شاء الله بكم في ندوات علمية قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر